هنبدأ بأدوات الخلق قسم الجراحة بهم جدا نكون عارفين أسماء الأدوات وإمتى بنستخدوهم بحيث نعرف نساعد الطبيب صح تمام تمام هنبدأ في الأول إزاي نفرق ما بين الأداة الأبر والأداة اللور يعني فيه أدوات بنستخدم عشان نخلع بيها الأسنان اللي فوق وفيه أدوات بنستخدم عشان نخلع بيها الأسنان اللي تحت تمام طيب بنفرقهم إزاي أولا اسم الأداة دي بالعرب اسمها كماشا تمام طيب بإنجليزي اسمها هي فورسبس تمام تمام إزاي نعرف إن دي الفوق أو دي التحت تمام تمام أولا فيه أجزاء مهمة في الفورسبس في الكماشا المفروض إيه نعرفها الجزء من هنا لحد هنا اسمه الهندل تمام عشان احنا بنمسكه في الإيدي يعني تمام والجزء ده اللي هو إيه اللي احنا بنحطه على السنة نفسها اللي هو البيك تمام تمام البيك أو اللي اسمي تاني البليد تمام يعني زي الشفرة اللي بنخلع بيها يعني تمام تمام لو الهندل لي مع البليد يعني هم على الخط المستقيم اللي اتنين مع بعض يبادي بنخلع بيها الأبر الأسنان الأمامية طيب لو الهندل والبليد عاملين زاوية زاوية تسعين تمام يبادي بنخلع بيها هي الأسنان اللي تحت تمام كده عارفنا نميز ما بين الابر واللور طيب دي دي ابر ولا لور معاك سانتين تفكر دي ابر شاطر ليه عشان الهندل والبليد كماني طيب طيب اللي عادة دي ابر ولا لور دي لور عزم ليه علشان الهندل مع البليد عاملة زاوية تسعين تمام نيجي بعد كده بقى اللور ده في ادمات في كماشة بمستخدمها في خلع الأسنان الأمامية وفيه تماشا بنستخدم في حالة اللور بري مولر وفي حالة المولر يعني كده عندنا في اللور تلاتة فورسبس تمام تمام هنفرق ما بينهم ازاي هذه التلاتة معانا هون التفرقة في السنة اللي احنا هنخلحها كله بيلعب على حوار الجزء الشافرة ده تمام تمام الجزء ده لو هو قفل على بعضه خالص يعني الجزئين دول دوست هنا على الفورسبس الاخر قفلوا على بعض يبقى نستخدمه طيب ليه بنستخدمه مقفول كده عشان السنة اصلا بتكون صغيرة تمام عشان كده لازم الاتنين دول يكون ايه مقفلين تمام مقفلين على الوعب او او ممكن نستخدم امتا او لو فيه يعني فيه جدور هنخلحها سواء انتيريور او تمام او ممكن لو الدرس احنا فصلناه عندنا في المولر بيبقى فيه اكتر في اللور يعني بفيه اكتر من جدر يبقى في الغالب اتنين احيانا الدكتور بيحتاج يفصل الدرس ده لجدرين عشان يقدر يطلعهم في الحالة زي دي بتجيب له ايه اللور انتيريور عشان يطلع بيها جدر جدر تمام تمام طيب نيجي عند اللي هو اول درس سواء رقم اربعة او رقم خمسة ده بقى في البلد بتاعته بتكون مفتوحة يعني احنا ادي عندنا ايه الهندر فتحناها افناها على الاخر في مسافة هنا المسافة دي وسعت شوية تمام المسافة دي وبا كده دي هنخلع بها الاداة دي سواء الفور او الفايف طيب الانتيريور لور انتيريور لأ هنا البلد مكفولة خالص تمام طيب البستيريور البستيريور بقى الدرس كبير بقى تخين تمام بالتالي المسافة دي بتاع البلد واسعة بس في حاجة مهمة هنا في حاجة اسمها نوتش هنا نوتش صغير خالص هنا هم تماما كده ادي النوتش هم ده نوتش وده نوتش النوتش ده مش موجود في اللور ولا موجود في ايه في الانتيريور علشان كده اول ما تلاقي النوتش ده تمام يبدي بتاعت ايه اللور مولر بتاعت الدروس اللور 6 او 7 او 8 تمام تمام يبدي انتلاتهم مع بعضهم اولا ليسا منهم لور عشان الهاندل مع البلات الاتنين مع بعض ما لهم واخدين عاملين زاوية 90 تمام مش استيريت يعني طيب اني واحدة استيريور لور انتيريور واني واحدة لور بيمولر واني واحدة لور مولر مولر اني واحدة دي علشان هنا الجزء ده واسع بتاع البلد وفي ايه نوتش هنا نوتش هنا ونوتش هنا تمام علشان وانا بخلق هي الفكرة اللور 6 مثلا او اللور 7 او اللور 8 بيبدي في ايه جدرين تمام الجدرين دول المفروض هنا على بوق المغير مش ببلسين كده فيه فاصل جروف هنا على بوق المغير يبدي ده منفاصل لوحده ده منفاصل لوحده فكرة الادا دي اللي احنا بنخش تحت اللسة تمام وبنمسك في الجزء بتاع حاجة اسمه الجزء ده تمام نمسك فيه بحيث النوتش ده تخش في الجزء بتاع الجروف ده من هنا وبن الجزء ده تمام تمام اما مسلا لو بريمودر او انتيرو هي مفهاش اصلا طروض وفي العادي بيبقيه تمام عندنا ليه دي لور انتيرو علشان لور علشان الهاندل مع البلد اي اه عملة زي وتسعين تمام طيب ليه نستخدم في اللور انتيرو اللي هو اللور وان وطو وسرين يمين وشماء تمام علشان هنا الجزء بتاع البلد اللي اتنين ايه مكفلين على بعض ما فيش مسافة مبادئ بس لازم تتأكد الفرصة بس احنا بنفتحها كده تمام باز نتقفلها الاخر ما فيش خالصة طيب هنا البريمولر اللي هو اللور علشان الهاندل مع الهاندل مع البلد تمام عملة زي وتسعين وفي مسافة ما بين التو بلد تمام واحنا نقفلين الفرصة كده خلصنا ايه اللور فرصة بس كلها تمام نيجي بقى للأبر فرصة بس اولا اللي سميناها تمام علشان الهاندل مع البلد ما فيها الزاوية تسعين طيب اللي بنستخدمه للأبر انتيريور ولي بنستخدمه للأبر بريمولر ولي بنستخدمه للأبر مولر الدروس اللي هي الكبيرة بتبقى الفرصة بس بتاعتها بيبقى فيها نوتش اللي هو النوتش ده تمام ده النوتش بتاعه تمام تمام طيب في اللور كان فيها اتنين لا في الابر بيبقى في ايه وهد بس تمام هو علشان هو باختصار في الابر يعني الدرس بيبقى بتلت جدوب في جدرين ناحية الباكا ناحية اللي برا ناحية الخات وجد الناحية سقف الحلق تمام هي الفكرة في ان دي بتخش ما بين الجدرين تمام تمام طيب في الابر مولر بقى عندنا احوار رايت وليفت يعني في واحدة من دول بنستخدمها في حاجة لو احنا نخلق ابر رايت وفي واحدة التانية ابر ليفت طيب نعرف ازاي اللي بيحدد لنا هي رايت ولا ليفت هي النوتش اللي هو ده الجزء المدبب منها اولا الكماشة او الفورسيبس لها طريقة في الماسكة ايه الطريقة؟ فيه عندك فيه جزء هنا هون فيه كرفيتشور تمام؟ عامل زي الطبق تمام؟ والجزء ده طالع ايه لفوق؟ المفروض بطن ايدك الناحية الكرفيتشور ده تمام؟ المجوفة تكون ناحية بطن ايدك كده تمام؟ بعد كده هتبص بعينك على الفورسيبس على النوتش النوتش لو لقيته يميل تمام؟ لو لقيته هنا النوتش يميل يبقى كده الاداة الخلعة دي بتاعت الشمالي يبقى نحن نخلع بها ايه؟ تمام؟ نعمل نفس الحاجة هنا ادي هنا الفورسيبس بتاعتنا هنحطها في بطن ايدنا تمام؟ النوتش فين؟ شمالي ادي النوتش هاي؟ تمام؟ يبقى ديه ابر ارايت فورسيبس تمام؟ ليه؟ للمولر المولر اللي الدرس الكبير كده خلصنا المولر طيب البري مولر الابر بقى لا مفوش ريت وليفت تمام؟ هو اللي بيستخدم ريت هو بيستخدم ايه؟ ليفت هو بس الفورسيبس الوحيدة اللي هي ريت وليفت هي الابر مولر تمام؟ كل الفكرة اللي احنا عرفنا دي ابر عن طريق الهندل وعن طريق البليد ستريل تاني حاجة هنجوز هنبص للطوب ليد هنا مش هنلاقي نوتش يبقى هنا مش هنلاقي نوتش تمام؟ ولا المسافة هنا ايه؟ صغيرة ده كده يبقى ايه؟ ابر بري مولر تمام؟ طيب الانتيرور بقى الانتيرور راح تطرلك صورة بس الفكرة في الانتيرور ان الجزء ده مش موجود يعني هنا فكرة مش موجود بديبقى ستريل تمام؟ يبقى الحتة دي ستريل كلها تمام؟ وبرضو بيبقى في ايه؟ مسافة هنا هنطللك صورة ليه هيبقى ايه؟ في مسافة هنا عندك فورسبس بقى في السرم للريمينيك ابر انتيرور تمام؟ بتبقى عبارة عن ايه؟ بتبقى زيها هي هي الابر انتيرور بس الفرق بس ايه؟ ان الطوب ليد دول مقفين على بعض فورس تمام؟ برضو عندنا فورسبس طويلة كده تمام؟ ده للريمينين جرود بتخلق اي ريمينين جرود ايه؟ تمام؟ يعني عندنا هنا الطوب ليد بتاعتها ايه؟ مكفوين على بعض وروف ايها خالص اسمها بايل نوت اسمها بايل نوت تمام؟ طب نعمل اختبار السجاج كده عايزين نعرف اسماء اديتين دول وبنستخدوهم انت حالي؟ فوقر خمس سوائن؟ نجاوب مع بعضنا عندنا طالما الهندل مع البليد عملة زاوية يبقى كده ده لور حلو؟ طيب في مسافة؟ في مسافة ايه تمام؟ في نوتش؟ مفيش نوتش يبقى ايه؟ لور بريمولر حلو؟ هنا الهندل مع البليد هنا هنا في نوتش ولا مفيش فيه؟ حلو؟ نحط البطن ادينا كده عشان نعرف ايه؟ راريت ولا لفت هنا هنا نوتش مين؟ يبقى كده نخلع بها ايه؟ شمال يبقى مولر لفت مولر فرصة تمام؟ كده خلصنا ادوات الخلط هندخل بقى على الرافع 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 رمين بروت الجدور تمام؟ شبه المنظمة رمين بروت العشان المرفضة فراه لا يبدو سبيه السرعة الرافع ادوات الكثير عندنا هو الستريت ايبكسو اولا كل دول اسمهم روافة او اسمهم بالانجليزي الوفيتور تمام نبدأ باول حاجة عندنا اولا اي رافعة لاما اسمها استريت تمام لاما كيرفت حاجة استريت يبقى الهندل ده اسمه هندل والبليت اللي هي الحتة الصغيرة والمدام دي تمام والجزء ده الورا اللي كله ايه الهندل لو البليت مع لو البليت مع الهندل استريت يبقى كلمة اسمه استريت حل يعني هنا ده مسلا استريت طيب ده البليد او سوري الهندل او مع البليت في كيرفيتشور هنا يعني ده عملت زاوية يبقى ده ايه يبقى ده ايه كده تمام هنا برضه هنا في كيرفيتشور هنا كمان هنا كمان هنبدأ باول واحد عندنا ده اسمه استريت بس ليه بقى اسمه استريت ايبكسو طب عرفنا منين اللي هو استريت ايبكسو البليت بتاعته شكلها ازاي فيها جروف الجزء ده جروف تمام الجروف ده عم زي حفرة يعني تمام ده استريت ايبكسو طب بنستخدمه في ايه ده نخلع به الجدور الابر تمام لحد الفايف يعني من السنترل لحد ايه السكند بريمولر تمام كمان نخلع به ايه لوور ايت حلم ممكن نخلع به اوبر ايت بس يعني من الصح 100% يعني بس في ده كدر كتير بتستخدمه عشان مش موجود غيره في العادة يعني تمام طب تاني واحد عندنا ده اسمه ايه استريت الفرق ما بينهم وبين الايبكسو الايبكسو اللي هو البليت بتاعته هنا في سيريشن تمام في شرشارة هنا كده في البليت بتاعته تمام ده بنستخدمه في حالة واحدة بس خلق درس العالي بس او اخر درس يعني عامة يعني في درس العالي تمام الدكتور يقول لك ايه حضر لي بس في ده كدر برضو مش بيستخدمه كتير وبيستبدله بالايه بالايبكسو تمام علشان ده الفرس بتاعته قوية شوية تمام طيب طيب ده بقى ده برضو استريت ايبكسو اللي بقى لان البليت بتاعته ايه فيها تجويف فيها جروف تمام تمام بس هو في منه اكتر من سايز اكتر من حاج في منه ده ده مسلا كبير ده صغير تمام علشان كل سنة مفروض بنبدأ بالصغير وبعدين نبدأ نقبر يعني نقبر بالصغير تمام كده خلصنا نخش بقى على الكيرفت عندنا بقى عندنا بقى هنا اللي بيتور ده اسمه كيرفت تمام كيرفت ليه عشان الهند مع البليت كيرفت هلي بدأ كيرفت حلو اسمه ايه ده بقى اسمه كيرفت ايبكسو طيب ليه سمينه ايبكسو علشان البليت بتاعته فيها جروف هنا في جروف هونه هنا كمان في جروف تمام طيب مثلا ده ده كيرفت حلو بس هنا فيش جروف هنا ايه شاطفة واحدة هنا فيش جروف اسموس حلو تمام ده ليه اسمه التاني ما عرفه دلوقتي نيجي بقى ليه للكيرفت الكيرفت ده المفهود بنستخدمه ايه ابت اما بنستخدامه في خلق الجدور تمام اني قدور اللابر تمام بنستخدمه في خلق ايه الصور او مcus نستخدمه فيه في الابض كمان تمام تمامها الحسب الدكتور و também استخدمه لا هيقولك تمام خصوصا بقى في الابر مولر ليه الابار مولر علشان الابر مولر ما ينفعش استخدامه من الستريت علشان بيعمل فورس قوية جدا على المجزل تمام تمام مفهود بنستخدمه الكيرفت طيب في منه نحيتين في منه حاجة رايت وليفت ومش اسمه رايت وليفت هم المفهود يستخدمه بنفس الحالة لان واحد بيتحطي ميزيل والتاني بيتحطي ديستر يعني ادي ده ادي الجروف هنحطه ايه ميزيل كده هنا تمام طيب والتاني هنحطه ايه ديستر كده يعني وفوض يطلعوا يكونوا بباكة واحدة تمام تمام حدثنا ايه نجي بقى المين للكراير الكراير ده اسمه كراير تمام اللي مميزه البليد بتاعته بتكون عاملة هارف المسلس تمام ده بنستخدمه في الابر واللور تمام بنستخدمه امتى لو احنا عندنا في جدر يعني عندنا جدرين في جدر يطلع والتاني مميش عارفين نطلعه بنطلعه عن طريق الكراير اللي هو المسلس ده هو اللي بيطلعه مين اعمليه بكل بساطة ادي عندنا الدرس ده تمام هنعتبر نوات اسم دصي الجدر الميزيل ده ده هاجي اعملي بقى هجيب الكراير ده ودخله في السكت اللي فاضي نعتبر ده السكت اللي فاضي اللي تحت بعدين هطلع ارفع لفوق كده هدلاقي الجدر التاني ايه طالب تمام تمام يعني نستخدمه في حالة ايه الدروس اللي عندها اكتر من جدر طب ايه هم هم الدروس اللي عندهم اكتر من جدر كل بساطة اللور مولر والقبر مولر تمام في منه رايت وليفت يمين وشمال هو هو نفس الفكرة بتاع ايه بتاع الكيرفت ايبكسل هو هو ممكن لو عندنا هنا اهو تمام هنا الميزيل تمام هو بيتحط ميزيل هنا طب نفترض الروت اللي طلع تمام هو تمام وعايز نطلع الميزيل هلينفع نيجي نحط ده كده بالعكس لا لازم الشاطفة دي تدخل هنا عشان كان مفروض تعرف هو ميزيل ولا برضو الدكتور هيقول لك تمام او ممكن تجيب اللي الاتنين ابسط يعني ده بقى شكله مميز او اسمه هو 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 الكراير يعني نفس استخداماته في برضو جزء منه بتحط ميزيل في جزء واحد تاني برضو زيه بتحط ايه نفس استخداماته بس الفرص بتاع ديه قوية او عشان كده مل الدكاتر يعني بيستخدمه ده بس ده ما يمتعش في القبر تمام؟ استي في واحد زيه كده ده الفكرة في الهند بتاعته الجزء ده ما بتباش عاملة زيه وتسعين مع الجزء ده بتباش عاملة زيه وتسعين مع الجزء ده بتباش عاملة زيه ومفارجة شوي هحطه له جسورة ليه اسمه بقى الابليكاتر ده بيستخدم في حالة ايه لو انت هتخلق لور وزدة بس شرط الجدور بتاعته تكون تمام؟ وعمليا مش بيستخدم كتير يعني انت المفروض اصلا عشان ينفع نستخدمه لازم يكون الجزء من فوركيشن باين عشان تقدر تدخل تمام؟ يعني ممكن نركينا شوية عالية اخر البريتور عندنا مهم جدا اللي هو الميلر تمام؟ ده ادي معانا ده شكل الميلر الفكرة في البريت بتاعته بتكون هنا ايه اسموز فيه منه يمين وشمال باره تمام؟ الوفروض هتبصله كده تخلي الجزء البريت ده ناحيتك هتشوف هو بصص ايه؟ بصص يمين؟ والبصص شمال هو بصص يمين؟ يبقى ده نستخدمه فيه؟ في الابر ليفت وزدة تمام؟ درس العلوي الشمال تمام؟ يعني عكس اكاس يعني تمام؟ تمام؟ فيه حاجة مهمة برضو بنستخدمها في هدوات الاكستراكشن حاجة اسمها ميوكو بريوستيا إليفيتور حاجة اسمها ميوكو بريوستيا إليفيتور حاجة اسمها ميوكو بريوستيا إليفيتور ده شكلها الجزء ده بيكون اسموز خالص وده برضو وين اسموز ده في حالة لو احنا نرفع فلاب نشتغل عملية جراحية بنبدأ بايه؟ نقول حاجة بنشيل بالمشرت طبعا بنفتح بالمشرت وبعدين ده بيدخل ما بين اللسة وما بين العظم يطلع اللسة بره عشان الدكتور ايه؟ يكمل شغل اسمه ميوكو بريوستيا إليفيتور يرفع الفلاب اللي هو السوفت تشغل اللي هو الأنسجن تمام؟ تمام؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر